تجولت كاميرا الرشيد في حي الرحمة شرق بغداد والتقت عددا من المواطنيين الذين طالبوا الحكومة والجهة ذات العلاقة بتوفير الخدمات الضرورية لهم والله حي الرحمة يعني صراحة فاشلة بالخدمات أي خدمات ماكو ها قدام عينك لا خدمات موجودة لا تبليط ادني طيب جاو وشوف المسات ميت اجبع المنطقة هاي سمونا شارع مشمائية هاي حي الرحمة عندك السفير ادني كل ما بين خدمات أي خدمات ماكو هي على الغدير بس هي خدمات ماكو هاي خد هاي شارع الرئيس هاذا شارع الرئيسي أصل عد هذا مبلط وشوف صاير به ماكو يعني شون مثل مراقبة ماكو عشارة حسن بأنه ماعدة دول عنا أبد ردنا مسؤول حسا خليجي مدير بلدية خليجي هنا حسس لي محل وانواقف هنا خليجي لمدير بلدية جاينا وانوا بخدمتك والله العظيم هاي طب حين رح ماشوفوا الطسات مهلت معسات لا عدنا تبليط ولا عدنا شي والله يما شوفونا وشوفو حالنا عاينوا علينا مثل الشوارع مثل الناس المظلومة مثل الناس الفقرة الشباب احنا أهم هاي شوفوا ماكو لا عيش ولا شي ايه والله ايه والله هاي خدره ما تمشي يطول عمارك وان شاء الله ويحفظ كام الله المناطق والله هاي المنطقة اللي رايحنا والله هاي المنطقة بضي مش بيها ما بيها مش اسمه طين وخدمات ما بيها ومايها موشي وناسها تعبان حي تطلب منكم ان شاء الله توفي والله هي بصورة عامة المنطقة تعبانه هاي من الفين وثلاثة والليا جاي ماكو اي تحسن تعب بتعب شوع بشوع كلمة تزيد اسوأ والله وكل ما تيجي حكومة جديدة نقول ملكة تتعملها خير تطلع اسوأ من الحكومة قبل هي وظلين على الله وعلى هاي العيشة المنطقة هاي سلبي تجاه هذا هاي حي هاي الرحمة هي طابوا طوبون اياها بزمن المالكي بس ما بيها خدمات يعني ما جارة على حسابنا كهرباء على حسابنا الشسمها هاي سيردون كل واحد ثمانمية الامكانية مساعد تعرف عمل ماكو شغل ماكو عطالة هواي رادة ثمانمية عموز سوية تبليط والعرصفة بس ما عدنا كل بيت ثمانمية ارصفة وتبليط ما عدنا فقلنا قلنا خليه هيتش شفت لو ضعطينة وتعبانة خدا وقت ماكو تكرم يجيك بالأمانة إلا فلوس أو بالكهرباء إلا فلوس ما يطلعوا ياك إلا ابو فلوس كلها بصورة عامة والله عجيبوا مايزا ذلك الكهرباء الباحة كان الطاق قيب هاي كريسمس مال السنة صار رمح هاي قطعت الوايات الماحسة وانا ابو فلوس بيت ثلاثة الاف دينار طابو كان زراعية وتحولها إلى طابو أسه هي طابو لهم طابو حاليان طابو هي طابو أي طابو السند موجود 23 نوب رجعنا على 25 زين اللي نحتاجه من دولة رئيس الوزراء برلمان العراقي نعره أنهم خصصين هاي المنطقة التبليط المعلومة أنهم راجعين عندنا من الأخوة من المنطقة رمسهم راجعوا المنطقة ودخلوا على مدينة أمينة بغداد ووضعين الخطة اللجنة نفسها اللجنة من أمانة بغداد المهندس يجي للمنطقة حاول أنه يحصل المناهيل والمجال الرئيسية بينتلكات شيء بسيط لكن تقول الأمينة أنه احتضر تقول أن أقدرها الموجودة لقضية الأممال لصرف التبليط موجودة لكن المجال ما أقدر لازم أنه رئيس الوزراء موافق من رئيس الوزراء على أنه مجال رئيسية بالعلم أنه مجال رئيسية مقاول على حساب الأهالي مكملية وجاهزة لكن بعض التركاءات بها شيء بسيط يعني منجزة منجز تسعين مقاول تسعين بالمئة هي منجزة اللي يريد من رئيس الوزراء ومن رئيس الوزراء أنه يباو بعين العطب على المنطقة التعبانة ترجمة نانسي قنقر